ليس وحده من يبكي فالالغام التي بترت قدم هذا الطفل اخذت الكثير من الضحايا اطفالا ورجالا ونساء معظمهم مدنيون نتيجة قيام ميليشيا الحوثي بزراعة الالغام في عدة محافظات وتتصدر تعز اولى المدن الملوثة بالغام الميليشيا وافق مركز الاطراف الصناعية بتعز فان مئات الحالات التي وصلت الى المركز من الاطفال وكبار في محاولة لعادة الحياة الى اطرافهم المبتورة المدينة اكثر المدينة التي يزرع بداخل الالغام واكثر القصف الموجود بداخلته لتيجة الحرب اذا لحد الان ان نوصل اربعمائة وما فوق من الاربعمائة حالة باتر من الاطفال والكبار الاطفال بحدد لحد الان 53 طفل وبحسب تحالف رصد بلغ عدد قتل الالغام في تعز اكثر من 280 من بين 906 قتلى في 17 محافظة بينما بلغ عدد المصابين بتعز نحو 328 من بين 417 مصابا في المحافظات قصة الالغام في اليمن سجلت اعلى حالاتها منذ انقلاب سبتمبر 2014 وبحسب تحالف رصد فان هذه الميليشيا هي المسؤولة المباشرة عن ضحايا الالغام كونها استخدمتها كوسيلة حربية ضد قوات الشرعية الاحصائيات التي وثقها تحالف رصد في تقرير حديث له عن ضحايا الالغام تشير الى ان ميليشيا الحوثي قامت بزراعتها بشكل عشوائي بدليل حجم الضحايا من المدنيين حيث قتل ما يقارب الستمائة وستين اغلبهم اطفال ونساء في مقارنة لعدد القتل من العسكريين الذي بلغ اكثر من مائتين واربعين جريمة زراعة الالغام خصوصا الارضية منها في المناطق الماهولة بالسكان تجعل من المدنيين عرضة دائمة للخطر ليس فقط لحياتهم بل حتى لمصادر رزقهم ما يجعل التحرك المحلي والدولي لانقاذ المدنيين ملحا وعاجلا